اشتركوا في القناة انا عمر عبدين بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد فالقناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغنضة ومثيرة اشتركوا فيها وهتعجبكم ان شاء الله اللي انت شايفه ده ما هواش ميكس ما بين غزالة مع زرافة مع احمر وحشي ولا حاجة ده حيوان مستقل بذاته تماما اسمه الاوكابي والسبب اللي مخلي الاوكابي مش معروف بين البشر هو انه حيوان خجول حبتين لو شم ريحة بشر حتى لو من على مسافات طويلة بيهرب فورا ويختفي في الغابات الاستوائية المطيرة في وسط افريقيا وضيف على الخجل ده بقى ان اعداده محدودة جدا بتقدر بحوالي 4500 حيوان في البرية وعلشان كده الاوكابي مهدد بالانقراض والبحثين بيعتقدوا ان اعداده الاوليلة دي سببها ان الاهالي كانوا بيستضوه بكسافة علشان يكلوه واما مواصفاته بقى فهو حيوان عاشب ارتفاعه وواقف حوالي متر ونص وممكن يوصل وزن الزكر البالغ لحوالي 300 كيلو جرام ومتوسط عمره حوالي 16 سنة بيقضيهم كلهم في الغابات الاستوائية وخصوصا غابات الكنغو الكائن المبعجر اللي قدامكم ده هو الضفضع البنفسجي وكل اللي بيربطه بالضفادع ان العلماء بيعتقدوا انه على صلة قرابة بنوع من الضفاضع الصغيرة اللي بتزكن في جزيرة سيشل الافراقية لكن هو نفسه ولا شكله ولا سلوكه بيوحي بان لها اي علاقة بالضفادع تم اكتشاف الضفضع البنفسجي حديثا نوعا ما وتحديدا في سنة 2003 وعلى عادة معظم الحيوانات الندرة موطنه الاصلي بيقتصر على مكان واحد بس وهو ولاية كيرالة الهندية ومن اغرب الحاجات اللي بيعملها الضفضع البنفسجي انه صوته يشبه صوت الفراخ وما حدش بيسمعهم غير لمدة اسبوعين فقط على مدار السنة وهم الاسبوعين بتوع التزاوج واما بقى على مدار السنة كلها فالضفضع البنفسجي بيعيش تحت الارض عيشة تشبه حياة النمل في المستعمرات وبالاضافة لانه مختفي طول السنة فهو كمان اعداده محدودة ومهدد بالانقراض وعلشان كده الدفضع البنفسجي من الحيوانات اللي ما نعرفش عنها معلومات كتير لكن من الحاجات اللي نعرفها انه طوله بيتروح من 6 سنتي ل 9 سنتي اول عن اخر ووزنه في المتوسط بيكون 165 جرام واللي يعتبر وزن تقيل نوعا ما بالنسبة للحجم الصغير ده وعلشان كده بيبان بشكله المكلبز الغريب شوية ده كابوريا العنكبوت ممكن اسمها يحيلك كده انها حيوان شكله اكيد مألوف ما احنا نعرف الكابوريا ونعرف العناكب لكن مع ذلك لو شفت صورته للمرة الاولى هتشك انها صورة معمولة بالذكاء الاصطناعي فورا بيعيش في مياه المحيط بالقرب من السواحر اليابانية واليابانين بيقولوا ان طعمه جميل وبيحبب اي حد في الكابوريا محدش المرة ده يقدر يعترض ان الكابوريا مفهاش لحمة كتير لانه وزن الكابوريا الوحدة ده لو سلمنا ان هو كابوريا اساسا بيوصل لعشرين كيلو جرام وعلى رغم من ان الكابوريا العنكبوت زيها زي غيرها من الحيوانات الندرة مش موجودة غير في حتة واحدة بس الا انها مش مهددة بالانقراط والسر في وجودها بوفرة بيرجع لأكتر من سبب اهمهم هو عمر الكابوريا الطويل كابوريا العنكبوت اليابانية من الحيوانات المعمرة اللي سنها ممكن يوصل لمية سنة كاملين ده غير انها بتعيش في احماق المحيط وعلشان كده ما بيكونش فيه اعداء ومفترسين كتير ممكن يهددوها واخيرا بقى عمليات الصد بتاعتها كمان منظمة وبيتم منعها بالكلية خلال فترة التزاوج واللي بتستمر من يناير لحد ابريل الحيوان ده ما هواش حوت واحد راشق سيخ في راسه عشان يصطاده ولا حاجة هو شكله الطبيعي كده والسيخ اللي راشق في راسه ده الباحثين بيشبهوه بقرن الخرتيت وعلشان كده الحيوان ده مشهور باسم خرتيت البحر لكن برضو هي مجرد تسمية ما لهاش علاقة بالحقيقة وعلشان كده خرتيت البحر ده معروف باسماء تانية من أشهرها أو أهمها هو النارول النارول هو حيوان من الساديات بيعيش في المياه البردة في القطب الشمالي وبيعتبر بطل الساديات في رياضة الغوص بيقدر النارول أنه يغوص على أعماق بتصل لألف وستمائة متر كاملين وعادة بيلجأ للأعماق الصحيقة دي لما بيحاول يهرب من المفترسين والأعداء واللي أهمهم حيثان الأوركة والبني أدمين والدببة القطبية وحتى طبقات الجليد نفسها وبما أن النرول من الساديات فبيحتاج أنه يطلع يتنفس زي الحيتان كل فترة ولو صادف والجليد قفل عليهم سطح المية على طول شلة من النرول واللي عادة بيكونوا حوالي عشرة بيروحوا نطحين الجليد بقرنهم اللي تشبه الرمح دي واللي بيعدي طوله 3 أمتار كاملين ويطلعوا يتنفسوا ومن الحاجات المزهلة أن الرمح ده بيوصل طوله لنص طول جسم النرول بالكامل لأن النرول البالغ طوله بيتراوح من 5 أمتار ل6 أمتار وأما وزنه فبيوصل لطنين كاملين الحيوان ده واللي شكله كأنه حيوان كسلان لازق في بقه شعاب مرجانية هو حيوان معروف باسم الخلد النجمي حيوان من الساديات لكنه بيقدر يعيش على اليابس أو في المية وعلشان كده أكتر أماكن بيحب يعيش فيها الخلد النجمي هي الأراضي الرطبة اللي بتجمع ما بين الوصفين وأهم حاجة بيتميز بيها المخلوق العجيب ده هو شكله الغريب وتحديدا أنفو الحمرة اللي تشبه الشعاب المرجانية الجزء ده بالنسبة للخلد مليان بآلاف الخلايا العصبية اللي بتستشعر الديدان والحشرات في أحماق التربة ومع كل لمسة بيلمس بيها التربة بتتبعت عشرات الآلاف من النبضات العصبية للدماغ وفي لحظة واحدة بيكون قرر هيحفر فين بالزبط ونظرة واحدة على أطرافه اللي تشبه أطراف الكسلان هتفهموا منها على طول قدراته في الحفر وخصوصا في التربة الرطبة وعلشان كده المشوار اللي حكينا عنه ده من أول الشم واستشعر الديدان أو الحشرات وإرسال النبضات العصبية واختيار الفريسة والحفر والأكل كلها قصة ما بتاخدش أكتر من مجرد ثواني فبحسب كلام العلماء الخلد النجمي يعتبر أسرع آكل اللحوم في العالم كله وأخيراً بقى الخلد النجمي بيعيش عادة في المناطق الشرقية لأمريكا الشمالية وحجم الزكر البالغ مش بيزيد طوله عن 12 سمت بالكتير ومش بيتجاوز 50 جرام يعني تقدر تشيله بكل سهولة في كف إديك أخيراً بقى واحد من أغرب الحيوانات اللي ممكن تشوفها هو تنين البحر الأزرق واللي بالرغم من إنه يباني من اسمه كده إنه حيوان عملاق ومرعب إلا إنه قد كف الإيد وهو نوع من الرخويات بيعيش في كل محيطات العالم تقريباً وبالرغم من إنه صغير كده ويباني إن شكله جيوت إلا إنه مجرم وعنده قدرة رهيبة على الإفتراص فمبدئياً كده لما بيجي هاجم على مخلوقات تانية محدش بيشوفه بالسبب حجمه الصغير ولونه الأزرق اللي يشبه لون المياه ده غير إنه من المخلوقات السمة اللي بيقدر يشل الضحايا بتاعته علشان يمزمس فيهم برحته لكن أغرب حاجة على الإطلاق إن المجرم الصغير ده كيفه إنه ياكل نوع معين من الأناديل السمة الضخمة اللي اسمها أناديل الفيسالية والمزهر لما تعرفوا إن الأنديل ده مش بس سام ده كمان عملاق لدرجة إن اللوامس بتاعته بيوصل طولها لعشر أنطار وكل واحدة من اللوامس دي بيبقى فيها سم يقدر يقتل بيه الأسماك أو الإشريات اللي بيحتاجها لكن بيجي بقى تنين البحر الأزرق المفعوز ده ويجري على اللوامس السمة دي ويشحن منها السم بتاعه يعني أساسا السم بتاعه مسروق مش سم ذاتي هو اللي بينتجه ومش بس كده ده مش بيكتفي بإنه ياخد السم ويخلع ده بيفضل يمص في الأنديل لحد ما يسيبه جثة هامدة وطبعا مش محتاجين نقول إن في الحالة دي ما بيكونش تنين واحد بتبقى عصابة من التنينين بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أكدع ناس اعملوا لنا بقى لايك قبلنا تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوهن في التعليقات سلام